نظم حزب الله اللبناني خلال شهر ايار مايو الماضي عرضا عسكريا بالذخيرة الحية وبعضا من عتاده كالصواريخ وسلاح القناصة والمدفعية والمسيرات ودعى حزب الله اللبناني حجدا كبيرا من العلاميين للقيام بجولة في احدى معسكراته في الجنوب ولم يقتصر على وسائل اعلام محلية بل شمل ايضا عربية واجنبية على اختلاف انتماءاتها السياسية واكد موقع المنار بان هذه المناورة الميدانية ودلالة توقيتها ما تحمل من رسائل تحذيرية شكلت محورا متابعة وترقب من قبل الاحتلال بالتزامن مع انتهاكات واعتداءات على قطاع غزة وعلى المسجد الاخصى وحديث الامين العام ايضا حسن نصر الله على اهمية معادلة وحدة الساحات على مستوى محور المقاومة عقب المواجهة الاخيرة ثار الاحرار التي خضتها الفصائل الفلسطينية بشكل كبير في غزة وحققت اهدافها لردع العدو وتأكيد فشله في تدمير او لجم قوة المقاومة ووحدتها وقدرتها على الرد حول هذا الموضوع هذه المناورات ودلالاتها ارحب مرة اخرى بضيفي بالستوديو استاذ علي الشمري وايضا ارحب عبر سكايب بالدكتور نزيخ خياط الأكاديمي والباحث في الشؤون الجيوسياسية والتنمية اهلا ومرحبا بك دكتور شكرا اهلا حياكم الله استاذ علي مناورات اخيرة لحزب الله في الجنوب اللبناني ما دلالات هذه المناورات بهذا التوقيت بالذات المعروف على حزب الله في لبنان يعني مغرم بالحركات الاستعراضية فهذه الاستعراضات هي فعلا شو يعني اعتقد لو يقدموا في برنامج تلفزيوني يسموه حزب الله شو اعتقد يحصل يعني نسبة عالية من المشاهدات التهريج اللي يقوم بي حسن نصر الله بين الفينة والاخرى والكلام واطلاق العبارات الرنانة وسنفعل انا ارى انه اذا كان الحزب يمتلك كل هذه القوة والقدرة وهو يمتلك يمتلك السلاح صواريخ يمتلك طائرات مسيرة يمتلك حزب الله هذا امر لا يمكن انكاره واغفاله لكن ما الذي يمنع حزب الله وقيادات حزب الله من التوجه الى جنوب لبنان ثم الدخول على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة وتحرير الارض ومقاتلة اسرائيل يعني هل هناك مانع عسل مانع خيرا يعني اذا كان هناك مانع فاني اطلب من السيد حسن نصر الله ان يخبرنا ما الذي يمنع حزب الله من التوجه الى الحدود الجنوبية للبنان والشمالية لفلسطين المحتلة والدخول في مواجهة مباشرة مع هذا احنا اللي لاحظنا انه حزب الله اتجه الى سوريا وساهم في قتل الشعب السوري واتجه الى العراق ومارس عملياته هناك ويتجه الى كل الاتجاهات الا الاتجاه باتجاه اسرائيل يعني ما الذي يمنعه انا لا اعرف هذه الاستعراضات ما هو المطلوب يعني من المطلوب من هذه الاستعراضات هو لاخافة اسرائيل هل هو رسالة الى الفرقاء اللبنانيين اللي موجودين على الساحة السياسية اعتقد كل كلامه كل كلام الحزب وكلام حسن نصر الله شخصيا يوجه الى كل طرف ممكن الى علاقة بحزب الله الا الى طرف واحد وهو اسرائيل يعني من كل الشعارات وكل الكلام لكن احنا ما شفنا اي فعل تجاه اسرائيل كل هذا اللي يقوم بحزب الله هي عبارة عن شو عبارة عن استعراض ما الى اي قيمة ولا يحرك شعره عند الاسرائيليين فليتفضل حسن نصر الله ويشوفنا بطولاته وبطولات رجاله افضل من هذه الاستعراضات اللي ما الى اي قيمة افضل من اشتركوا في القناة لا يتوقفوا لوصب بقية الاجتماعى deepرغة عن اشتركوا في القناة افضل من اشتركوا في القناة